اشتركوا في القناة والقرفس هو من الخضر التي يمكن تناولها متواونية وشكل الكرفس الشبه جدا بالبقدونس ويستعمل في بعض الاحيان كبدين له عند اعداد بعض الاطعماء والسلطات كما يمكن تناوله كعصير لما فيه من قيمة غذائية عالية اما بالنسبة لبذوره فيمكن استخدامها كتوابل عند الطبخ وتستعمل هذه التوابل عند تشفيف البذورة وطحنها وقد اشتور الكرفس كنوع من التوابل في الوطن العربية لكن الهند والصين وفرنسا من اكبر منتجية وشكل بذور الكرفس اشبه بالاهلة الصغيرة البنية اللون فوائد بذور الكرفس مضاد للاكسادة والسبب في ذلك واحتويها على نسبة عليه من فيتامين سي والذي يقلل من حدة الالتهابات بسبب زيارته لمناعة الجسم وتفيد بذور الكرفس في التخفيف من الرب والتهاب المفاصل منشط الوضع في الكلا وذلك يكون بمساعدة الجسم على التخلص من حمض اليوريك والسموم التي يمكن ان تكون سببا في الاصاب مرض النقرص ويمكن ان يستعمل كمدر للبولة وعلاج الانتفاق الذي يسبب احتباس السوائل في الجسم محاربة الكوريسترول اظهرت الدراسات العلمية والتجربة ان بذور الكرفس لها الكدرة الهيلة على تخفض مستوى الكوريسترول في الدم عند تناولها بانتظام ان كانت مغلية او باستخدامها كتوابل في الطعام وبذلك في انها تساعد على تخفيف الوزن تضييق الاوعية الدموية هناك ادلة يمكن ان استدال من خلالها على ان بذور الكرفس يمكن تعمل قمضيق جيد للاوعية الدموية وبالتالي تخفض ضغط الدم ومن هذه الادلة هو انها استخدمت في العلاجات العشبية الصينية المعنية بعلاج ضغط الدم وتنظيمه منع تكثر خلية السرطانية اجريت دراسات على الحيوانات باستخدام بذور الكرفس وكان نتائجه ان بذور الكرفس تمنع نمو وانتشار الخلية السرطانية في الجسم ويمكن ان تكون بمثابت وقايا من سرطان القولون وسرطان المستقيم باذن الله حماية الكبد من التلف توصلت دراسات اخرى لان بذور الكرفس تؤثر ايجابيا على الكبد الا ان لها تأثرة جنبية عند الافراطة في تناوله بشطة الطرق فيمكن ان تصبح ذات سمية عالية مصدر غني بالفيتامينات تحتوي بذور الكرفس على العديد من الفيتامينات والتي تقدم للجسم النفع والفيدة على المدى الباعدة مثل فيتامين بي 6 بي 5 بي 3 بي 2 بي 1 اي سي اي بالاضافة للاليف التي تساعد في عملية العظم والمعادن مثل الصوديوم والكاليسيوم والماغنيسيوم والفسور والزينك والبوتاسيوم الحديد المنغنيز النحاس اضافة للعنصر السلينيوم اذا نيل هذا الموضوع لعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصل لكم كل اشعارات القناة ان شاء الله